فأول شيء experiment 5 أو 6 فهذا على الضوء فأول شيء عندنا هذا الجهاز هو هيكون الوسيطة بين الصورة الpanel وبين الكمبيوتر فالجهاز هذا اتجيب الصورة الpanel وتوصله بهذا الجهاز يكون في عندك الوائر توصله بالكمبيوتر فأول شيء عندك هيا عندك زر هذا هو زر الpower يتشغل منه الجهاز الصورة الpanel يطلع منه 2 wires فأنت عندك 2 wires كل واحد منه توصله بواحد الوائر فأجيب عندك الوائر الاحمر يتجيب رأسه هذا وتوصله بواحد الوائر حتى يركب معك مثلا عندك الركب هنا مثلا تجرب هذا هذا هو هذا هو الوائر والثاني يجيب الثاني وتركوه هكذا هكذا وصلت الpanel بالوائر بعدها هدو الوائر الحمر حاليا نحن ن染هم الوائر المحتوي هدو الوائر ان نتجدوا أن تصلوا الوقت وصلهم ماذا يد cabeça يزال تم حضي أوك حإنه ليس ماذا يحصل يا أنا يغذيร نعم jet جميل جميل فإذا بتروح توصل الاثنين للحمر توصلهم حتى الاخير يحيى بجي واحد ثانا يه يه اليوم فعز المسابق ماشهر ماشهر فبتجيب الاثنين ودخلوا هنا ماشي والله ميداليات بدخلوا الراح هنا وبعدين الاؤت بتبعك بدخلوا في الجنة بدخلوا هاي بدخلوا هاي طاق الاحمر والاحمر ويستنوا عايز بس بجيب الاثنين الحمر هاي خط الاحمر احمر 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 حلو هاي 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 واحد السولر واحد واحد الاثنين موجودة تركبهم وعندك ويستخدمهم واحد واحد السولر واحد واحد وصلت وصلت هاي وين هم في الصندوق اللي فتحتوه كل شيء حسنا 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 فهلا بعد ذلك وصلنا البانل هلا فهلا فهلا نوصل شئ اسمو السنسور لهم مستشعرين لانتطلعون لردنين فهلا نحن بدنا في عنا اول واحد اللي هو التمبرتش سنسور هذا هيقيسك التمبرتش فهلا جبت هذا و جبت البانل تبعي وما كان البانل لو جبت ورزكت في البانل هيقيسة التمبرتش أوفذا اللي هي الامس وكي فانتروح وزي ما هو تلزقه في البانل كما هو عميك تلزقه في البانل وبعد ذلك و التاني تركبها هاي بسطرف واحد هاي بسطرف واحد هاي بسطرف واحد هاي بسطرف واحدة ومقولي بكام معاك لا اليمين لا يساف افطاط هذا هو يعني من موضي الهاتف موضي الهاتف حلو فهذا عندك اصلا فيه فرق بيناتهم اليمين فيه اربع فتحات واليسار فيه اه سبع فتحات فانت على حساب الهاتف انت بتشوف هذا هو بتلزقه فيه فور هولز بتروح هنا بتلزقه الاربع هنا تمام ويركب وعين بتشده اوكي تمام تركب هذا هاي بتروح عندك السنسور الثاني هو هذا الشيء تمام هذا هو اللي هو مصنوع عشان يقيس لك اللي هو إشعب هذا بتروح 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 اي مكان اي مكان مه مشكلة بتروح تركبه هيك وتشد الهارب فبيقفل في السنسور بعد ما امتثبته تيجي هنا عندك في الواير تيجي هنا هلا عندك في الجهاز عندك هتأخذ هذا انه اي سبع فتحات سبع سبع قطاع حديث فهتأخذ المكان في سيفتحته على يسار واصلا مكتوب لك هذا هو الراديارس وهذا هو زيبنا بذبط فتروح تركبه هون هيك زي ما عملنا تشدها اوك بعد ما اتركب هذا لازم تركب وائر يوصل لك الداتا في الكمبيوتر تمام فهتركب هذا هدف مداتا كابل اللي هو كابل يوصل لك الداتا المعلومات فبتحط هذا هون بتشدو نفس الشاي وبتوصل فليش بي في الكمبيوتر تمام خلصناها البرر ايوه هلا هيك هنا وصلنا بازال في شغلة تشغيل البرنارش في الكمبيوتر الكمبيوتر هلا بنشوفه اوه يجب ان يكبسه هون تشغيل البرنارش في الكمبيوتر لازم يكبسه هون بس بلحنا وقفين هنا لازم يكبسه هون عشان يقدر يبعث الدياتا من هنا الكمبيوتر تيجوا هون أولا شيء انت عندك هون من الاشياء موصله هون ينفع تشوف الردينس و التمبرتر واشيئة ثانية كثيرة فانت يفع تشوف هنا الردينس اللي هو الردينس الجاية على السور ينفع تشوف السنسور تمبرتر شايفيني السنسور هاداكه هو مطلعك تيموترش فهذه هي تيموتر وعنده كمان تيموتر هو في موجود فانت ممكن يشغل خمسة تيموتر فانت ممكن تشوف الديات في الكمبيوتر ايش ما تساوي؟ بتروح تقبس على هذي الكبسة هي كبسة اسمها داتا ترانسفر خلال ما هفتح الداتا وإلا من اسر انت بس تفتح الكمبيوتر فانت ما في كمبيوتر حالا فانت تقبس على هاي هيتلاع ايش الدياتا ترانسفر تفتح الشاشة لتحرق التاسفر تفتح الشاشة لتحرق التاسفر تجد لديها مددات تفتح الشاشة و تخذ الشاشة نفس الشاشة نعم نفتح الشاشة هذا البرنامج نفتح هذا البرنامج ما تفعله نتأكد انه موصل موصل ترى الكبسة تبقى هنا ترى الكبسة ترى الكبسة تقوم بترى الكبسة تأكد انها موصلة ترى الكبسة تبدأ الى تنظمة ترى الكبسة تدخل على ترى الكبسة نصب الى تحت لا تقوم بتعمل دعا سوف نرى حسنا لا يوجد لك داتا ولكن البانال تحتنا لا يوجد داتا نحن اخذنا لك الداتا هذه النقطة هي الداتا لا يوجد داتا حسنا حسنا لديك اي بي كيف عمل و بي بي كيف عمل اعتباعة البلاد ليس بشكل عمي تعملنا الرسمات هذه هتساوي هتروح تعمل اول شيء سيف قبل اكسبورت تعمل سيف حتى تحفظ الشغل تبعك فتروح مثلا على طرف المكتبة وكتب مثلا كيباش فتروح وتحفظوا بس تحفظوا هزك البرنامج وفتح منفك هذا هو بعيدة بعيدة من الاكسبورت بتحفظوا وتروح النا تكمس على مجرد داتا هي كثير مهمة اوك لما تكمس مجرد داتا وبعدين كيف يعمل شكلها بقى انت تروح تحفظها في مستلسات المكتب تعمل سات اكسبورت وهذا تروح على سات المكتب بتلاقي نوية في اكسل تبعين هيا اخواه سالة النهاية يسمى الفراس لكن لن تبيع الراسنين يقول لك بروزا سمع حقط عدد uphill اللي بقضى امع المترجم تغرب chociaż ب doet بوكس لازم تخلي المؤشر هذا على وان. وان يعني اون. زيره معناها اوف. فتخليه على وان عشان يكون اون. اوكي? خيقا خلصنا. حمد الله. تسكيني. فهنا الاكسروني التكس اللي هي كان عن شايدينك. بسوعة السلفي. اللي بسر فيها بالضبطة اللي عملناها واشا. فعملنات التواصيل قبل شوي. بعمل نفس الموضوع هنا. لكن بس الاشي اللي زيادة وحيد. هي انا وقت ما اخذت داتا ما اجيه على الكبوتر. قبل ما اعمل هذي الحركة قبل ما اكمس على. لازم اكون اعمل شايدينك لسر. تمام? فهذا هو بسر. تمام? فبجيب ورقة. او مثلا كرتون او كالبول او ايشي. وبروح على حسب ما قم بني في السؤال بعمل شايدينك. يعني مثلا ممكن يقول لي اعمل فولي شايد بوان سل. فبروح على وان سل السل اللي هي هذا اللي هو اطارة. تمام? المنطقة البيضة هذي ما داخلها هي وان سل. اوكي? فانت عندك لو قل لك مثلا دو وان سل فولي شايد. فولي عنها كاملة. طبع تروح هيك وبتغطي السل كاملة هيك. تمام? تروح تكون في عندك. واحد منه هيكون برا عند السلس. هيخط الواقع هيك عشان يعمل فولي شايد. والثاني هيكون ساعة سلس مثلا يعمل نوبانس. تمام? لو حسب مثلا قال لك مثلا ففتي بيرسنت. هتروح مثلا عندك الخط بالنص هذا. هتروح وتخط بالنص. اتغطي نص السل. ليش ففتي بيرسنت ده. او ممكن يقول لك ما قال لك اي سل. فاختابة بدك يعني. ذا قال لك ففتي بيرسنت. او في البانل. او في البانل تغطي البانل مصه هيك كاملة. تمام? مصه من ناوة اللي لصه من هنا. على حسب اللي يقول لك هي. شوف. اول شي انت عندك في ايش تسموه بايبس زاود. بايبس زاود هو ايش? هو داود بحطه عشان عشان لو حصلت مشكلة في الشايدنج يكنسل. تمام? فانت عندك مثلا في البنة هذا هو تو داود. معنا هت عندك مص داود ومص داود الثاني. تمام? فانت تفكر فيه. عندك عندك اول خطين هدولة هم داود. والخطين البعض هم داود الثاني. صح. وممكن يجي سؤال يقول لك مثلا دو. واحدة من الجهة الثانية. تمام? اوكي? وممكن يقول لك نجيب 50% فانت غطى نصها. ممكن يمتع شي third. مثل بلاك غطى هكي. و بس عاطة همي دوية. زين? بتوزكها بالنزقها. بلاسقها. سال عن دايت مثلا اكتب او او نتاكتب. الدايت. الدايت دايمة يشتغل. يشتغل في حالة بالفول شايدنج بس. يشتغل مباشرة في حالة فحالة Partial Shading يشتغل في حالات وحالات لا حسن حسن ماذا؟ لو كنت عندك Partial Shading هذا Partial Shading فلو كنت عندك Partial Shading هتتجد لك الكيف مو عامل مثل الكيبات العادية يعني لو ممكن اوجي كمية هنا لو فعليك الوسع الحالة العادية هي IV كيف العادي بيقول هيك عامل عندك هدوهم Access وفي عندك الكيف هيك عامل هذا هو IV كيف لكن في حالة لو كان عندك Partial Shading الداود هيشتغل شوية وشوية فهيكون كيف عامل؟ حسن بالأخضر هيكون عندك في المنطقة اللي تحت هنا عشان مو شاكرا في مشاكل لكن في النقطة المعينة هيشتغل الداود في حسنها نعم يلا ننسيك وانا نعم متى بتلاك برسمة زي هيك معناها هذه Partial Shading لكن لو كان Fully Shading متى حيكون رسمة نفس العادية حتكون هيك Fully Shading معناها الأخضر حيكون هيك رسمة حتكون كل الرسمة شفيتوا داخل تمام واضحة تمام فالأخضر هذا Fully Shading Fully Shading معناها بها اختلافات في الرسمة نفس الشكل الأصلي Partial Shading معناها في رقطة معينة حيث فيها شيف تنكر حيث بها شغلة بقى فريشيني قزق السل بس السل فully Shading مو لازم كلها مو ضروري بها كله بس سل فلشد تمام لكن لو قال لك Partial Shading ممكن السل خمسة في المياه عشتية في المياه حزر بالدوين و لو حصل وكا عندك مثلا قال لك 20% Shading ها هتروح بتجيب مصطرة بتقيس طول السل بتقيس بتجيب الطول هذا وبتجيب عشي في المياه منها بس اغطي مثلا اذا كان هذا الثلان 10 سنتيمتر كمثال يعني بدك عشي في المياه فما تجيب 2 سنتيمتر وبتغطي من هنا ما اغطرت فيك 2 سنتيمتر يا فرق اذا غطيت من ناء او من ناء لا ما اغطرت في المياه لانها لا ما اغطرت في المياه اغطرت في المياه تماما؟ ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ تبا؟ اشتركوا في القناة